نذكر بس بالأرقام لأن الأرقام لها دلالة في تطور أنا حاقف مع المهندس عدلي عند الجزئية ما بين الأمس واليوم عشان تشوفوا حجم العضوية احنا اتكلمنا على أنه اللي ليهم حق التصويت يوم الجمعة 180 ألف عضو تفتكروا الفترة اللي المهندس عدلي بيتكلم فيها كان عدد الحضور كام بالانتخابات 84 كابتن صالح نجح رئيسا للنادي 2453 الفريق مرتاجي 1162 يعني 2453 لكابتن صالح 1162 للفريق مرتاجي في 88 كابتن صالح بتاعد قال أنا مش هترشح واكتفى بدورتين نجح الكابتن عبدو صالح الوحش في انتخابات المهندس عدلي حابب يوقف عندها في جزئية تنظيمية لأنه شايفين الرقم كام كابتن الوحش الفين تلاتة وتمانين وكمال بيحافظ تلتمية تمانية وتسعين فقط يعني العملية على بعضها احنا بنتكلم في 84 الكابتن صالح بينجح بألفين ربعمائة تلاتة وخمسين والفريق مرتاجي لم يوفق بألف مية اتنين وستين يعني بالزبط دول اكتر من اللي حصل بعدها باربع سنين بعدها باربع سنين كابتن الوحش الفين تلاتة وتمانين وكمال بيحث تلتمية تمانية وتسعين لا دي اصلي دي اغرب انتخابات في تاريخ النادي الايلي اللي هي الثمانية وتمانين اه طبعا اه ايه بقى وساني عايز اقولك من الثمانين لثمانية وتمانين اه من انزلت تاني مع الكابتن صالح اه ولكن نازل ايه بقى اولا المجلس اللي شغال معاو كانوا شافوا ان انا راجل بقدف معاو مادد ايدي وما فيش اي مشكلة من ناحيتي مم فحتى كنت باكتب وقتها في احد الاصدارات القومية فالفريق مرتاجي مرة بيعاتب احد الزمله برضو كان بيكتب قال له يعني الراجل اللي كنا خايفين منه ما بيقولش كلمة عن المجلس برا وانت اللي تعبنا فالتصور خلاص بقى وما انزل حنزل مع الجروب ده فجأوا ان انا لازالت قناعاتي ان الكابتن صالح ييجي بما يمثله من تطور فيه الفكر والادارة في الوقت الذي كان بعض انصار الكابتن صالح بيقولك قال له ده عاد لي قدى لاربع سنين دول بقى وتم استقطابه كانت النتيجة الانتخابات السابقة كابتن صالح لم يوفق وانا نجح اللي نزلت اللي عادية مع الكابتن صالح تاني هو نجح وانا ما نجحتش اه وبرضو بنفس الفارق الضئيل اي على اخر مركب اي طيب ايه اللي حصل ولا حاجة الكابتن صالح لاربع سنين الذي لم يوفق فيهم لم يحاول مرة واحدة يثير مشكلة ولا يستغل لازمة اه في اربعة وثمانين في اربعة وثمانين لا مش اربعة وثمانين في ستة وسبعيد اه ستة وسبعيد لثمانين الفريق مرتجي نجح وهو ما لم يوفق لم يحاول الكابتن صالح ان يثير مشكلة او يثير ازمة ليه بقول كده لما الفريق مرتجي سنة الثمانين لم يوفق امام الكابتن صالح لم يحاول الفريق مرتجي ان يثير مشكلة او يثير ازمة او يستفيد من ازمة الانتخابات تخلص يوم الانتخابات على الرغم من الاتنين هم أعضاء مداومين على الحضور يوميا ومرتبطين بكل أحداث النادي وحواليهم الناس كتيرة وحواليهم الناس اللي بتقعد واللي بيتكلم وراكن هم كانوا واخدين مادة النادي الأهلي مصلحتوا قابلينا كلنا كيف تجذر هذا المعنى أنا بقولك أنه تاني يوم الانتخابات كله جاي إحنا مع المجلس عايزينه ينجح إحنا لنا تصور قابل الإدارة لكن إذا المجلس ده نجح إذا الجامعية جابت دول دول لازم نيوسنهم هم دول اللي حنسندهم بص بقى السوابت السوابت